مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن عدم توقف محاولات نادي الفروسية للاستلاء على أرض النادي المحاولات اللي انتهت تماما برفض النادي الأهلي أي محاولة لتأجير الملعب رقم 2 لنادي الفروسية وإن الأهلي بذل في كل الجهد لإنهاء عقد إيجار الملعب رقم 3 اللي كان نادي الفروسية أجره قبل سنوات واتكلمنا عن قرار تشكيل أول لجنة كرة في تاريخ النادي الأهلي القرار اللي صدر يوم 3 ديسمبر 1941 وتشكلت اللجنة من حضرة الأستاذ محمد محمد مضكور بك رئيس وحضرة الأستاذ ممدوح مختار والأستاذ مصطفى كامل منصور أعضاء واتكلمنا عن قرار النادي الأهلي بإنشاء حمام سباح وده كان أكبر مشروع تطوير في النادي من يوم إنشاؤه بعد مشروع بناء مدرجات ومأسورة ملكية لملعب كرة القدم سنة 1927 واتكلمنا عن تفوق فرق النادي الأهلي في الألعاب الرياضية اللي بيشارك فيها فتفوق فريق كرة الماء باكتساح في بطولات القاهرة والجمهورية وتفوق فريق الهوكي وحقق انتصارات كبيرة قوي منها انتصار كبير جدا على نادي فاروق اللي هو الزمالك حاليا بنتيجة 7-0 وكمان تفوق في تنس الطاولة على مستوى الفرق رجال وسيدات والفردي والزوجي والزوجي المختلط واتكلمنا عن استمرار الأهل في الأعمال الخيرية للدولة بحفل ساهر أحيته الأنسة أم كلسوم ويخصص دخله بالكامل في دعم المستشفيات عام 1943 كان عام حافل بالإنجازات والأعمال العظيمة في كل النواحي لكن نهايته شاهدت حدث جلل أصاب أعضاء النادي الأهلي ومحبيه بحزن شديد بل أحزن الشعب كله والحركة الوطنية يوم 25 يوليو 1943 اتعرض جعفر ولي باشر رئيس النادي لحدث مروري وهو خارج من بيته في المطرية وتحديداً فتاقاته على شارع سليم الأول مع شارع سنان باشر اصطدمت سيارة نقل من سيارات الجيش الإنجليزي بسيارته انزعجت الأوساط السياسية وانهالت التساؤلات هل الحادث ده كان صدفة؟ ولا كان حادث مدبر نتيجة لمواقف جعفر ولي باشر السياسية ضد الإنجليز؟ جهات التحقيق ما وصلتش لنتيجة حاسمة الحادث أثر على صحة جعفر ولي باشر غاب عن اجتماعات كتير وأحياناً كان بينعقد اجتماع مجلس الإدارة في بيته في المطرية حتى الجامعية العمومية اللي انعقدت يوم تسعتاشر نوفمبر سنة الف تسعمية تلاتة واربعين ما قدرش يحضرها لمرضه الجامعية اللي أعيد فيها انتخابه في مجلس إدارة الأهلي وبرضو ما حضرش اجتماع مجلس الإدارة اللي انعقد يوم ستة ديسمبر الف تسعمية تلاتة واربعين واللي أعيد فيها انتخابه رئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي